بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرات المشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هي بحمد الله الأقدار تجمعنا مجددا للتشرف باللقاء بكم في هذه الدقائق ونحن نستعد في واقع الأمر بعد أسابيع قلائل للاحتفال بعيد الإضحى المبارك جعله الله مباركا علينا جميعا يعود بالأمن والرخاء والود والصفاء وأمن هذا الوطن واستقراره ولهذا العيد أبعاد ونسمات ولطائف هي في واقع الأمر تشدنا إلى أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن عجائب الأقدار أنها تشدنا أيضا إليك يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله إبراهيم عليه السلام لما منّى الله عليه بنعمة الإبن إسماعيل كانت المنّة كبرى واقترنت هذه المنّة بالامتحان لأن المولى سبحانه وتعالى على قدر ما طمأن الأنبياء والمرسلين على نصرهم وتثبيت أقدامهم فقد ابتلاهم الله ليبلو أخبارهم ولذلك كان الصبر شيمة وسمة من سمات الأنبياء والمرسلين لتكون من بعدهم أيضا شعارا للمؤمنين حيث قد تتغير الأحوال وتصعب الحياة ويبتل المؤمن فإذا به يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فجاء قوله تعالى في إشارة عجيبة ورائعة إلى إبراهيم عليه السلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يأني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فهذا بيت القصيد في حديثنا وفي لقائنا ننظر أولا قبل أن أصل بكم إلى ما أريد أن أبثه وأن أبلغه إليكم حضرات المشاهدين ننظر إلى هذا الحوار رؤية الأنبياء هي رؤية حق يبتل الله إبراهيم بذبح ابنه وفي ذلك إشارة ربما إلى فناء العالم وانتهاء الكون واتهاء معنى الاستخلاف في الأرض لأن الله استخلف الإنسان في الأرض ليعمر لا ليدمر هذا الإنسان عبر القتل والإقصاء فإبراهيم عليه السلام هنا الجدال كما تحدث عن ذلك المفسرون والعلماء ذلك الجدال الراقي بين الوالد والابن هي موعظة لنا أيضا في التربية وحسن الخلق إني أرى في المنام يأني أذبعك فانظر ماذا ترى يعني خيره شوف هنا يعني هو رسول وهو مأمور لكنه خير ابنه فقال له افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر انظروا إلى هذه السمات التي ما حوجنا اليوم إليها في مستوى البرور بالوالدين والاستجابة لأوامر الله فكان هذا الذبح العظيم من هنا وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي شعيرة كما تعرفون الإضحاء والتضحية والإضحاء هي قضية متعلقة بشعيرة من شعائر الإسلام الثابتة ومن السنن المؤكدة التي لا يمكن أساساً من حيث نبدأ المساس بها ولا التشكيك فيها ولا إلغاؤها هذه الناحية الأولى التي أرد أن أبينها لكنها بالطبع اعتبرها الإمام مالك سنة مؤكدة سنة مؤكدة بالطبع وهنا ربط نحب أن نربط بين أمرين ولذلك سأتحدث بشرح مستفيد في هذا الأمر نحن عندنا في أركان الإسلام ركن من الأركان لا ينزز إلا بالاستطاعة وهو الحج إما الاستطاعة المادية أو الاستطاعة الجسدية ولذلك كان الحج الذي هو ركن الأساسي مقترن بالاستطاعة الأضحية هي واجبة سنة مؤكدة على المسلم أي مسلم هو المسلم القادر المستطيع الذي من خلال الأضحية التي سيضحي بها سيكون استجابة لأمر المولى سبحانه وتعالى من ناحية ووسيلة لدفع البلاء عن نفسه وعن أهله صدقة من الصدقات يعني تزكية للنفس والإنسان وأيضا فيها مفهوم التضامن التضامن بين فئات المجتمع ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي التزم هذا لماذا قيلت قال الإمام مالك إنها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بها في حياته مدام التزم بها فالأمة مطالبة بها لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال ننظر إلى بعد نظره عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى بكبشين أملحين طبعا هنا نسمشي ضحي بشيء للمولا بضحي حاجة ممتازة يعني حاجة لها من الجمال ومن الكمال لأنك أنت تستضحي للمولا ستقدم هدية إلى المولا الذي أبقاك حياً وفداك بالأضحية إذن ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين واحد لنفسه ولأهله وواحد لهذه الأمة إذن نحن الأمة الإسلامية ما بقي إنسان في الكون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر في حياته المباركة بقي أيضا بالطبع الحياة الاجتماعية والحياة التي يعيشها العالم اليوم ونعيشها في بلادنا تقتضي أن لا يرهق الإنسان نفسه ولذلك عندنا في المذهب المالكي أن الإنسان الذي يضحي يجب أن يكون قد توفر له ثلاث سنة ضروريات الحياة وضروريات الحياة اليوم متعددة الصحة والتعليم للأبناء والتغذية واللباس وتدارك ما قد يأتي لقدر الله من مفاجآت في الحياة ولذلك الإنسان إذا توفرت له كل هذه العوامل وكان آمنا على نفسه وأهله وأبناءه فأصبحت سنة مؤكدة أن يضحي لأنه سيكون لأنه يضحي والتضحي كما نعرفون يتنقسم إلى ثلاثة جزء للاستهلاك وجزء للإدقار والثلث الثالث للصدقة لإعانة الناس للأخذ بأيديهم لإبراز معاني الإسلام في سماحته وتسامحه لذلك ما أردت أن أقوله حتى أرفع الالتباس أن حكم الله أنها شعيرة نجيب واحترامها وأنه لا مجال لتغيير شعائر الله لكن هي مرتبطة بالاستطاعة لأن هذا الدين جاء لليسر ولم يأتي للعسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كما قال لن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه وكان يبشر صحابته ويدعوهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فمن باب التجسير أيضا أن لا يثقل الإنسان كاهله بما لا يطيق وبما قد يثقل كاهله بالطبع إذا كان متأكد من أنه قادر على إرجاع الدين أو له ذلك لكن الأولى أن يكون هناك في هذا العيد الذي سيكون إن شاء الله مبارك علينا وعلى بلادنا وعلى رئيسنا وعلى أمتنا الإسلامية والعربية وعلى إخواننا في غزة وفي فلسطين أن يكون هذا العيد عنوان بشائر خير وبشائر طمأنينة وبشائر تضامن وبشائر رحمة بيننا جميعا بالطبع لا نلغي شائر الله ولا نغيرها لا تبديل لكلمة الله ولكن علينا أن نراعي واقعنا الاجتماعي وواقعنا الاقتصادي وهذه الأزمة في واقع الأمر هي أزمة عالمية نحن نحمد الله على أنه يحفنا دائما بالألطاف في هذا الوطن وهذا الوطن دائما آمن آمن لشيك دائما أقوله وأكرره وهو أن هذا الشعب التونسي الأبي الصامد هو شعب عاشق لطلعتك المباركة محب إليك عامل بسنتك يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله ربنا إننا على العهد ندعو في سبيل الدين المطهر فاشهد ألهم الختمة بالشهادة عبدا قلبه مفعم بحب محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر